اشتركوا في القناة قهوة كوبي لواءك السعر 90 دولار قهوة يتم استخلاصها من حبوب القهوة التي يخرجها حيوان قط الزباد الاندونيسي وتحضر من خلال ابتراع هذا الحيوان حبيبات البن ثم هضمها واخراجها ليتم بعدها صناعة القهوة غالية الثمن وبدأت صناعة هذه القهوة عندما لاحظ السكان الاصليون تغير رائحة حبيبات البن بعد هضمها من قبل هذه القطط وهكذا اعتاد تجميع الفضلات وتنظيفها ثم تحميصها وطحنها ويوجد في اندونيسيا الان مزارع خاصة بقطة الزباد لانتاج هذا النوع من القهوة بكميات تجارية هائلة وتعتبر من اغلى انواع القهوة في العالم ويقدم الكوب الواحد منها بتسعين دولارا جبن كاسو مارزو المخلوطة مع ديدان السعر 100 دولار جبنة كاسو مارزو التي تعد من افخر واغلى انواع الجبن في ايطاليا ويمكن ايجادها في السوق السوداء فقط كونها غير قانونية الغريب انها جبنة متعفنة تعج بالديدان الحية التي تتلوى بها بينما تأكل لكن كيف تحضر هذه الجبنة؟ ببساطة يتعمد صناع الجبن في مدينة سيردينيا الايطالية ان تبيض ذبابة الجبن عليها لتنتج بعدها ديدانا قادرة على تخمير الدهن في الجبن من خلال الهض لتتكون كتل عفر هلامية تزينها الديدان الحية لكن الاسوأ من ذلك هو انه على الشخص الراغب في تذوق هذه الجبنة ان يغطي عينيه فهذه الديدان قادرة على القفز لمسافة 6 انشات والدخول الى العين قهوة روث الفيل السعر 120 دولار قام مجموعة من صناع المشروبات في اليابان باستخلاص حبوب القهوة من روث الفيلة بعد ان اكتشفوا ان الجهاز الهضمي للفيلة يضفي على تلك الحبوب رائحة تزيد من جاذبيتها وتصل قيمة 35 جراما فقط من تلك الحبوب الى 120 دولار امريكي فضلات الطيور السعر 180 دولارا مسحوق مصنوع من خلاصة فضلات طائر العندليب الاسيوي مع خليط من الرز ويتم استخدامه في صالونات التجميل في شرق اسيا لتنعيم البشرة وتبلغ تكلفة استخدامه للشخص الواحد 180 دولارا المشيمة هي اجزاء تخرج من البطن مع اتمام عملية الولادة وتستخدم مشيمة الاغنام في التجميل وعمل ماسكات الوجه وتبلغ تكلفة الحصول على جلسة تجميل باستخدام مشيمة الاغنام حوالي 500 دولار جلسة تجميل مصاص الدماء السعر 1200 دولار يتم في هذه الجلسة اخذ الدم من ذراع الشخص والقيام ببعض التعديلات عليه قبل اعادة حقنه في الوجه بهدف التخلص من اثار حب الشباب وتحسين البشرة وتبلغ تكلفة العملية 1200 دولار منديل سكارلت جهانسون المستخدم السعر 5300 دولار عرضت نجمة هوليوود سكارلت جهانسون منديلها الخاص المستعمل في مزاد علني عام 2008 والذي كانت استخدمته اثناء احد المقابلات التلفزيونية بعد ان قدمه لها المذيع ولكن المفاجأة ان المنديل تم بيعه بمبلغ 5300 دولار مخلفات الحوت السعر 7000 دولار دخل رجل وزوجته في مفاوضات طويلة مع مشتريين بعدما عثروا على قطعة من عنبر الحوت والتي يتم استخدامها من قبل صانعي العطور لجعل الروائح تدوم لفترات اطول وتصل الى اسعار باهظة بسبب ندرتها ويعرض الزوجان هذه القطعة لسعر 7000 دولار ويفرز العنبر في القناة الصفراوية بامعاء حيتان العنبر وذلك من اجل تسهيل مرور المواد والعناصر الحادة التي قد يبتلعها الحوت اثناء تجوله في البحار حتى فضلات البشر يمكن بيعها حيث يتم شراء هذه الفضلات عن طريق عقد اتفاق مع بعض المنشآت الطبية المتخصصة لاخذ الفضلات بهدف استخدامها في محاربة مرض تسببه بكتيريا تدعى Clostridium Difficile ويتم التعاقد مقابل مبلغ 13000 دولار عن فضلات الشخص الواحد طوال العام اشتركوا في القناة